اهلا بكم في اللقاء الجديد في روبوتاك روبوتاك برنامج بيكون من تلت اجزاء رئيسية الجزء الاول بيتكلم على الهاردوير اللي احنا بنتكلم فيه في الحلقة دي والحلقة القادمة ان شاء الله حيكون تجميع لكل الموضوعات اللي كلمنا فيها في الهاردوير الجزء التاني مختص بالصوفتوير والجزء التالت بيكون خاص ببناء الروبوتاك خلينا نتعرف الاول يعني ايه هاردوير ويعني ايه صوفتوير الاجزاء اللي نقدر نلمسها بادينا ونشوفها بعينينا احنا بنسميها الهاردوير اما الاجزاء اللي ما نقدرش نحس بيها بنسميها الصوفتوير فيه ناس بتسمي الهاردوير باللغة العربية المكونات المادية وبتسمي السوفتوير البرمجيات لو حاولنا نقرب بمثال الإنسان الهاردوير في الإنسان هو زي العين زي الإيد زي الأنف والسوفتوير هو الروح وبالتالي أنا أقدر ألمس العين أو الإيد أو الأنف ولكن روح الإنسان ما أقدرش ألمسها عشان كده الروح زي السوفتوير وأعضاء الجسم هي الهاردوير في كتير مننا ممكن يكون سمع كلمة أردوينو وممكن يكون عنده معلومة أن الأردوينو هو مايكرو كنترولر لكن الحقيقة محتاجين نصحق هذه المعلومات في البداية عايزين نعرف كلمة أردوينو معناها إيه كلمة أردوينو هي كلمة في اللغة الإيطالية وتعني strong friend لكن كلمة أردوينو الخاصة بالروبوت هي كلمة جاية من اسم باللغة الإيطالية أيضاً لملك إيطالي حكم إيطاليا في الفترة ما بين ألف واثنين وألف واربعة عشر وهو كان من منطقة اسمها إيفيريا في إيفيريا في مكان لتناول المشروبات ونظراً لأهمية أردوين الملك الإيطالي فيعتقدوا في هذا المكان الإيطاليين أن هذا أهم مكان في المدينة وبناء عليه كان فيه شخصين موجودين داخل هذا المكان وقرروا عمل نظام جديد للهاردوير والسوفتوير بطريقة أن يكون مفتوح المصدر أو open source هذا النظام أطلقه عليه اسم أردوينو اللي إحنا بنقصده بأردوينو هو عبارة عن الهاردوير اللي عبارة عن سيركيت بورد عليها مايكرو كنترولرز ومكونات إلكترونية تخدم عمل مايكرو كنترولرز بالإضافة إلى سوفتوير بيتم تنزيله من على جهاز الكمبيوتر على السيركيت بورد بالإضافة إلى طريقة العمل بالهاردوير والسوفتوير ده يبقى كده كلمة أردوينو ليست مختصة فقط بالمايكرو كنترولر ولا بالسيركيت بورد ولا بالسوفتوير لا دي كلمة تعني نظام نظام ده في بشر وفي هاردوير وفي سوفتوير وفي طريقة عمل بطريقة النظام المفتوح المصدر أو open source مفتوح المصدر أو open source تعني أن كل التصميمات أو البرمغيات متاحة للاستخدام أو التعديل دون مقابل أردوينو بورد أو الجزء الهاردوير في النظام وهو عبارة عن سيركيت بورد عليها مايكرو كنترولرز وملحقات تساعدها في عمله المايكرو كنترولر هو عبارة عن جهاز كمبيوتر صغير يصلح للدم داخل الأجهزة التي تريد استخدام الكمبيوتر في عملها لكن بشرط صغر حجم الكمبيوتر زي الأجهزة المنزلية والسيارات والروبوتات يمكن توسيع مجالات استخدام الأردوينو بورد عن طريق إضافات تسمى الشيلدز زي المستخدمة للتحكم في الموتر أو استخدام أنظمة اتصالات خلينا نفهم عمل المايكرو كنترولر بمثال في حالة حدوث حريق لقدر الله هيتم التعرف عليه عن طريق سموك سنسور اللي هيرسل إشارة إلى المايكرو كنترولر اللي بدوره هيرسل إشارة لجهاز الإنظار لإصدار صوت عالي الإشارة من السنسور إلى المايكرو كنترولر بنسميها أم والخرج منه لجهاز الإنظار بنسميها أوركوت أردوينو سيركيت بورد بتحتاج تغذية للعمل في أكتر من طريقة لحصلها على التغذية اللازمة الطريقة الأولى عن طريق التوصيل ببطارية ودي الطريقة المستخدمة في الروبوتات الطريقة الثانية تتم بالتوصيل مع الكمبيوتر عن طريق USB كابل اللي بيقوم بوظيفتين الأولى وهي التغذية والتانية وهي نقل البيانات أردوينو بورد بتستخدم اللاز للدلالة على وجود تغذية أو لاستقبال البيانات أو لنقل البيانات أردوينو بورد عليها مايكرو كنترولر رئيسي خاص بعملات التجهيل والتحكم ومايكرو كنترولر تاني مختص بتنسيق التواصل وعملات نقل البيانات مع الكمبيوتر إحنا ليه محتاجين الكمبيوتر؟ لأنه عن طريقه هيتم تحميل السوفتوير أو البرنامج اللازم لبرمجة المايكرو كنترولر وهذه البرمجيات في الأردوينو اسمها سكيتشز وده بيتم عن طريقه الأردوينو IDE أو البرنامج الخاص بعمل برامج الأردوينو وتحميلها عليه إحنا كده بقى عندنا صورة كاملة عن مكونات الروبوت اللي احنا عايزين نبنيه لكن إزاي هنبني الروبوت اللي جاب على السؤال ده هتكون في الحلقة القادمة اللي هتكون لايف ومدتها طويلة وهنجاوب فيها على كل استفسراتكم وإلى ذلك الحين لكم منا كل التحية والسلام Stay tuned, stay online روبوتاك برنامج مقدم من وزارة الشباب والرياضة والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري لمستقبل مصر